الخبر هو اللي عادنا أنا أبو فلا يا حبايب ووصول قناته باليوتيوب ليه 23 مليون متابع في إن شاء الله ألف مبروك عقبال 20 أو 30 مليون يا رب وطبعا لسهن يا حبايب إنه أبو فلا حاليا فاتح بث مباشر لجمع 10 مليون دولار يا حبايب أي واحد حاليا يقدر يساعده للأسف طبعا هو حاليا شوي صعب يرد يقدر يجمع هذا المبلغ كنا نحن نقدر نساعد يا حبايب بالمختصر بالتاليقات رح يكون هناك رابط ضغطوا عليه رح يوديكم المكان بس عشر خمس ثواني بس رح يطلع لكم تخطي الإعلان يا حبايب تضغطوا على تخطي عليها أعلان مثل ما شاهدين سكيب آد على يمين بس ضغطوا علي يا حبايب رح يتحول لكم من قناة مملكة القصص الشغل لما رح تاخذ منكم من الثانية وحدة هذا الشي رح يساعده بفلا يا حبايب إنه يحصل مبلغ أعلى يتم التبرع إليه مجرد يا حبايب نزلع التعليقات وضغطوا على الرابط واتضروا خمس ثواني ورح يتم التبرع بدون مصرفون أي مبلغ ننتقل حاليا مرتضى أركان يا حبايب شنو صار به يابا متشر لهذا الفيديو يا حبايب كان ديتم القاء الخفض عليه والشرطة كلهم ديتزموه ويطلعوا من السيار هو تيم الخيالة رغم أنه علوش الأمير طلع وبرر الموضوع أنه عبارة عن تصوير مو أكثر فالمفروض أنه من خاف ولكن الغريب أنه واحد في هذه الاستوريات يا حبايب بشكل مفاجئ هو كل شخص طلع وبرر الموضوع أنه عبارة عن مقلب أو كذب مو أكثر بعدها يا حبايب نزل شوية ستورية مرتضى أركاني ووضح بيه شنو صار يقول بيه أنه موم فعليا تعرضوا لأعتقال يا حبايب والموضوع مو كذب ولا مقلب ورح يوضحوا الموضوع قريبا نحطوكم ستوريات شوفوها السلام عليكم إحنا هسا حاليا ساعة 22 و 10 بشوارع كرب الله احنا وش الله الفيديو اللي شفتوه كله حقيقي والصار كله حقيقي بس كله لأجر رسالة رسالة كلش مهمة إن شاء الله باتر رح تفتهموها إن هسا ما رح نقدر نشرح لكم أي شي كل شي ينزل لكم باتر رح نوضح لكم كل شي بالتفصيل شنو صار فلاحد يعني ما بفتح اللي ضربها علينا تمام في أمان الله بإضافة يا حبايب نزل شوية ستورياتي تتجم بيها ع المتابعين العراقيين والجمهور العراقي يا حبايب فبعد منزل هذا الستورياتي الكاتب بيه أول مرة بحياتي أتوقع ممكن بها البلد أموت وتقطع وصيره وندفن بس لأن مشهوراتي ما تعجب الكل شنو هالحقد شنو هالناس اللي تتمنى موتي وسجني وكتلي وهي أصلا ما تعرفني وليهم ولي أذيهم أتقوا الله النهار كله دقولة مع الحسين اللي الناس طرعا تتمثلوا بجثة من الكره والحقد لحد الآن بعدنا هيج ترى الواحد بها البلد يموت يلا الناس ممكن يتحبوا وتكتب له كلام حلو الله يرحمنا ويخلصنا من هذا المرض الحقد والسم ويخلي الرحمة بيننا يا رب نوعا ما قاعد ينتقد المتابعين اللي هو داما نحبون الشخص بس هو إنه يصر بي أذى ولي قاعد يتهجمون وينتقدوا يا حبايب عليكم نكتب له بالكومنتات شركة بالصاروية مرتض أركان وتيم الخيالة ننتقل حاليا الصباية حبايب واللماء وشونو صاروا إياهم اللي شاف هذا المقطع يا حبايب يعرف انه صارت مشكلة بناتهم ومدخلوا على القناة وروحوا وشوفوا المشكلة عمد تعرفون شو اللي صار بعدها هذا هي دراما النار يا حبايب بالنسبة اللي شو صار بعدها يا حبايب بشكل مفاجئ فيديو اللي هو شان خطوبة ناجل خاق ويا لما او زواجهم يا حبايب فاكتبوا للكومنتات شركم اللي قاعد صير هاي ممكن صير مشكلة بين ناجل خاق وإحمد أبروب طبعا ما يعرف المشكلة يا حبايب أسرد أبروب يا حبايب طبعا سويت لمفاجأة خرافية بسناسبة اقتراب شوية من الخمسة مليون متابع فالنسبة جابت لكيكة يا حبايب مثل ما شايفين نزل هذي الكيكة مع الخمسة مليون وبنسبة الوقت هي جدت كيكة الكيكة هو كاتب بحبها فاكتبوا يا حبايب بالكومنتات ماشاء الله مبروك أحمد أبروب مشارة توصل بسرع وقت خمسة مليون روحها لي لأسو يا حبايب بشكل مفاجئة تنزل شوية استوريات كانت زعلانة بها ودت علامة خلالها انه ابو صديقها للأسف توفى يا حبايب فالله رحمة يا رب يجعل مثوات جنة ودعو لي يا حبايب بالكومنتات انه والله يرحم يا رب من وضح ان أسو يا حبايب بسبب هذه الحادثة ننتقل الحالي غيث مروان يا حبايب تنزلها هذا الاستوري كان عبارة عن تصميم المتابعين مسويل هي يعني كذب وحقيقة كان عصا سويد يحضن البنية وكاتبة عنها شوية كنت لحصدق فاكتبوا بكومنتات شاركوا بقوة هذا التصميم ننتقل الحالي اميرا الاحسين يا حبايب تنزلها هذا التكتوك اللي كانت لابسة بي اللبس محتشى مثل ما شايفين لبس طويل يا حبايب وهذا نخلي اغلب الكومنتات ان هم يفرحون نور مار يا حبايب تنزل هذا الاستوري اللي كانت يعني من خلال انه راح نزل لنا مقطع اليوم الساعة بالاربعة راح يكون بي عبارة ان يفتح حدايا عدميلادة وشكل هدية خاتم هل يعترى هذا الخاتم جاي من القمر طايب راح يخطبوهن مادرس طراحة اتمنى الكومنتات شهر توقعاتكم وليتسون يا حبايب ابو فلا بالمختصر انزلوا على التعليقات اكو رابط اضغطوا عليه انتظروا خمس ثواني اضغطوا على تخطي الاعلان راح حولكم لأحد القنوات هاي بحالة الحالة يا حباب الحنجمع فلوس اللي يقدر اتبرع ابو فلا ويساعدة بتحقيق الخير يا حبايب اي واحد حاليا راح يقدر يساوي خير بدون ما هو يصرف اي ليرة بس لها وصلت المقطع فلهم قبل الايكات وبس مع السلامة